فعلى إزاي ممكن المجلس القومي للمرأة بيكون مساهم في حل مشكلتها إزاي راصد لأهم التحديات إزاي بيكون أنصر مساعد أو جزء من المعادلة اللي دايما بتشتغل عليها المرأة بشكل عام في مصر خاليني طيب في الأول طبعا أنا بشكر حضرتك على اختيار الموضوع أساسا وطبعا وبشكر الدولة المصرية على الاهتمام بالمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة الحقيقة هو المكان المختص بمعالجة مشكلات المرأة وتناول قضايا اللي تخص المرأة المصرية وبدأ من أول بداية يعني إعلان السيد الرئيس العام 2017 كان عامل المرأة المصرية وتتويلت بعده نجاحات كتير للمرأة المصرية أولها طبعا كان يعني تتشين أو إطلاق استراتيجية المرأة 2030 اللي تضمانت المحاور الرئيسية للمرأة وضمان حقوقها يعني سواء التمكين على المستوى الاقتصادي السياسي الإجتماعي وطبعا حماية المرأة يعني كل دي قضايا يعني المجلس القومي للمرأة يعني مش بس فوكس يعني ده شغله الشاغل وطبعا تعمل كمان المرصد القومي للمرأة علشان يبقى بيتابع مدى تمكين ومدى يعني تنفيذ الاستراتيجية ده متابعة المنجزات مثلا بالضبط وإيه اللي بيحصل وإيه الحاجات اللي فيها يعني اللي عندنا عوائق فيها ومشاكل المرأة أعمل على حماية غيرها اللي ما قدرتش تشتكي لأن لسه فيه شوية يعني خلينا نقول خلف مجتمعي شوية أه طبعا يعني ثقافة لسه ثقافة برضو يعني تغيرنا كتير طبعا الحمد لله لكن برضو لسه ثقافة أن الفتاة تشتكي أو السيدة تشتكي أو في حالة ممارسة أي تمييز أو عنف ضد المرأة أنها تبلغ عندها لسه ثقافتنا للأسف يعني قضاية تحرش على سبيل المثال ما كانش حد بيتكلم فيها كانت بيعتبروا أن ده حاج عيب مع أن ده حقها يعني هي ضحية هي مجني عليها من حقها تبلغ حماية لها وحماية لغيرها وكمان عشان يتحط قوانين تحمي فعلا وده جزء كبير يعني خلينا نقول لو نبصلها بنظرة شمولية أكتر شافافية وآلاين مع أهداف مصر للتنمية المستدامة وإحنا في 2030 رايحين فين تحديدا فيما تعلق بالمرأة إحنا في 2030 رايحين أن المرأة تكون عضو فاعل في تحقيق التنمية المستدامة للوطن أو للدولة المصرية ده الهدف الرئيسي أو ده رؤية استراتيجية المرأة ل2030 عشان ده يحصل إحنا لازم نضمن يكون فيه قوانين وأن الدستور يكون بيكفل للمرأة كل حقوقها من ضمنها مثلا تعديل قانون الأحوال الشخصية اللي بقى لنا كذا سنة بنتكلم فيه لحد ما سيد الرئيس شخصيا نتكلم فيه على فكرة ده بيطال الرجالة والستية الحقيقة هو قانون بالزبط هو قانون الأحوال الشخصية مش قانون خاص بالمرأة هو تنظيم العلاقات ما بين الرجل والمرأة والأبناء لأن الأبناء بالأسف هم الضحايا في أي حالة يعني عدم استقرار أسري أو طلاق أو في الأخير النتيجة اللي بيدفع تمنها أو اللي بيدار بشكل قوي جدا للأسف هي المرأة والأبناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر